هذا هو جزء المنزل الذي تتواجد فيه البئر يبدو أن السلطات المغربية قامت بردم فوهة هذه البئر العميقة المسمت محلياً بالصندة ونحن الآن في جانب من جانب في بيت عائلة الطفل الفقيد ريان ونحن على بضعة أمطار من المكان الذي اشتغلت فيه السلطات المغربية كما تشاهدون البئر الصندة جرى هدمها وردمها كما يقال في المغرب من طرف السلطات المغربية ونلاحظ أيضاً إذا تمكنت الكاميرا من التصوير جزءاً من التربة هو قابل للانهيار في أي لحظة نحن نتواجد في منطقة ترابية هشة ونلاحظ حجم العمل المبدول وعلامات أسنان الجرافات التي اشتغلت هذا هو سهريج المياه الذي عملت السلطات المغربية على تحويله لقناة كانت هي قناة التواصل بين العالم الخارجي أو جزء من قناة التواصل بين العالم الخارجي وبينما كان تواجد الطفل ريان وكان هذا السهريج هو ضمانة البقاء على عمق تحت الأرض على الأقل 32 متراً لإبقاء حضود المنقذين في الاشتغال للوصول إلى الطفل ريان من دون أن يكون عرضة للموت أو لأي حادث لا قدر الله بجراء انجرافات التربة لأن هذه المنطقة لما كانت الجرافة تشتغل شهدت مجموعة من الانهيارات لعدم ثبات التربة شكراً للمشاهدة